اشتركوا في القناة في التعامل مع رمضان تعرفون رحمكم الله أن دنيا الناس غاصة بالشهوات مليئة بالمغريات وضعف الإنسان على المقاومة يجعله بعيدا عن الله وكلما طال الزمان ازداد بعدا لهذا وضع الله في طريقنا محطات تحفزنا وتثير انتباهنا وتدعو القطيع الشاردة للرجوع إلى الله وكأن رب العزة جل وعلا ينادينا إلي عبادي فلا نجاة لكم إلا في كنفي ورمضان كبرى هذه المحطات رمضان كبرى هذه المحطات والمواسم التي من استغلها انتصر على شهواته وفاز على شيطانه ولكن كيف يتعامل الناس مع رمضان نصادف أربعة أصناف من الناس في هذا الإطار الصنف الأول كما هو شارد خارج رمضان فهو في رمضان أكثر شروضا لا يغير رمضان أي شيء في سلوكه ولا في عمله ولا في عبادته الصنف الثاني يبدأ شهره بشيء من الحماس ولكنه سرعان ما يفتر ولا ينتهي الشهر حتى يكون في أدنى الدرجات الصنف الثالث يمضي رمضان على وطيرة واحدة يتبت على مستوى لا يزيد عليه ولا ينقص الصنف الرابع يرتقي ويزيد في القربات فكل يوم عنده أحسن من سابقه ولا ينتهي رمضان حتى يكون في أحسن حالاته في التصالح مع الله فالصنف الأول لا يفيده رمضان في شيء والصنف الثاني أحسن في الأولى وأساء في الثانية والتالث قتله الروتين فلم تحركه طاقة رمضان فبقي جامدا خامدا والرابع هو الفائز حقا لأنه اغتنم الفرصة وداوم على الخير وعمل في أول رمضان أحسن مما كان يعمل قبله ثم ازداد نشاطا في وسطه وأضاف قربات فإذا جاءت العشر الأواخر شمر وشد المئزار ثم تكون ليلة القدر وبعدها ليلة الجائزة دروة النشاط في التقرب ثم يقال له يوم العيد خد جائزتك وارجع مغفورا لك فاحرصوا رحمكم الله على أن تكونوا من الصين في الرابع الذي يسنع منه رمضان بجوه الرباني مومنا تقيا معتوقا من النار مغفورا له ثم يستمر على ذلك في بقية عامه وفيما تبقى من عمره حتى يلقى الله وهو عنه راضي نسأل الله تعالى أن يعيننا حتى نكون من هذا الصنف وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا